السلام عليكم طلابي حبايبي طلاب الصف الرابع النشيطين الشنطار الحبابين ليسمعون الكلام ويرسلون صور الواجبات أول بأول عاشت ايدكم ماما من يتذكرين شنو أخذنا بالدرس السابق أخذنا بالدرس السابق هو معنى أو تعريف المدرسة ناخذ مراجعة بسيطة عن الدرس السابق نتكلم عن الدرس السابق أخذنا تعريف المدرسة مكان نتعلم فيه يشمل تربية والعلوم والمعارف ليش نتعلم حتى نكون مواطنيين صالحين أخذنا مكونات المدرسة تقسم مكونات المدرسة إلى قسمين بناء المدرسية والأسرة المدرسية البناء المدرسية تشمل الصاف والساحة والمكتبة وحانوت وغرفة الإدارة وإلى آخره أما الأسرة المدرسية التي تشمل مدير المدرسة أو مديرة المدرسة المعلمين والمعلمات والتلاميذ والحراس وأخذنا أهمية المدرسة في تربية الأجيال تعلمنا على حب الوطن وإعداد المدرسة جيل كامل وواعي ومثقف من معلمين وأطباء ومهندسين والقادر وأخذنا أنشطة المدرسة شنو تسوينا المدرسة تسوينا المسابقات ورحلات الترفيهية والأنشطة مثل احتفالات والأنشطة الاجتماعية اليوم درسنا جديد وأحلى بعد من الدرس السبق وأسهل شنو واجبك اتجاه المدرسة لدينا عدة نقاط حتى نعرف واجبنا تجاه المدرسة لخصت لكم بشكل جدا جميل وبسيط التلخيص طبعا هذا ماما ينقل بالدفتر طبعا ترسلوا لي الصور حتى أشوف خطكم الحلو اليوم موضوعنا هو واجبات التلميذ تجاه المدرسة يكون صفحة 52 وصفحة 53 وخمسين هنا انتش كاتبي لكم بالكتاب معددي لكم بشكل مخربط أنا استويت للأسهل جمعت كل الكلمات المتشابهة مثلا حطيت أول ثلاث كلمات أو أول ثلاث نقاط هي احترام 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 حتى يكون أسهل بالحفظ وأسهل علينا بالدراسة وحطيت لكم النقطة الرابعة والنقطة الخامسة هي المحافظة والمحافظة أما النقطتين الأخيرة تصير عندنا غير مشابهة المواضبة وتحضير هسنجي ناخذ احنا النقطة الأولى النقطة الأولى هي احترام الأنظمة والقوانين احترام الأنظمة والقوانين القانون شنو أهميته بحياتي؟ أهمية القانون بحياتنا هو تنظيم حياة الإنسان مثلا نضرب مثال لو ما المدرسة لو ما المدرسة تضع لنا قانون تضع لنا قانون شن القوانين تضع لنا قانون شن القوانين اللي تحطها إنا المدرسة؟ أول شي أول شي أتذكر أنه لازم قدومي للمدرسة من السبعة ونص إلى ثمانية ببط ورى الثمانية يعني بعد ما أدخل إذن هذا قانون شنو ساعدني القانون؟ ساعدني على تنظيم حياتي وحياة زملائي بالمدرسة احترام إدارة المدرسة والمعلمين احترام إدارة المدرسة والمعلمين إدارة المدرسة يقصد بها المدير والمعاونات أما المعلمين اللي هم الأساتذة؟ الأساتذة نحترم مدير المعاون المعلمين الكادر التعليمي والتدريسي بالكامل ثلاثة احترام زملائك التلاميذ شنو يقصد زملائك التلاميذ؟ زملائك التلاميذ الموجودين هم بالصف والمدرسة تجمع صداقتكم الاحترام والمحبة والتعاون والتسامح وأهم ما بالفقرة كلها هو تقديم المساعدة من تقدم مساعدة وخاصة من انت شاطر من انت شاطر الساعد زميلك حتى يصير احلى ما بالمنافسة احلى ما بالغيرة هو غيرة التدريس غيرة الدراسة احلى ما بالمنافسات هس نجي ناخذ نقطة رابعة هي المحافظة على نظافة المدرسة محافظة على نظافة المدرسة شنو تشمل المدرسة شنو تشمل المدرسة تشمل بها صفوف المدرسة وساحات المدرسة وجدران المدرسة عرفنا احنا شلال نحافظ على نظافة المدرسة نحافظ على الصف مالتنا نحافظ على الساحة مالتنا نحافظ على الجدران مال المدرسة زيان هس نجي على النقطة الخامسة المحافظة على الأثاث والكتب المدرسية المحافظة على الأثاث والكتب المدرسية قبل لا أطرق آني لهذه النقطة أنطيكم معلومتين المعلومة الأولى اللي هي الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة الممتلكات العامة هي الممتلكات العائدة للدولة يعني ممتلكات مؤنة ممالتنا ممتلكات الدولة ممتلكات الدولة ممتلكات الدولة تصرف مبالغ كبيرة ومبالغ هائلة لتوفير الرحلات والسبورات والكتب المدرسية أما عندنا الممتلكات الخاصة هي الممتلكات العائدة إلك مثلا جنتك المدرسية قلمك دفترك هذا شي عائد إلك أما الرحلة أما الصبورة أما الكتاب وإلى غيرها فهذا عائد للدولة منها المحافظة على الأثاث والكتب المدرسية وصلنا إلى نقطة هذه النقطة الخامسة نجي على النقطة السادسة اللي هي أحسها أهم شي المواظبة على الدوام وعدم التغيب من قاني غبت يوم غبت ثاني يوم غبت ثالث يوم شراح يصير انتو قولولي شراح يصير شراح يصير تتكوم تراكم عليك المادة ويروح الشرح عليك أول شي تتراكم عليك المادة بعد ما تقدر تواظب اللي مواظبين على الدوام وصعوبة في فهم المادة الدراسية صعوبة في فهم المادة الدراسية وأن غبت وغيابك شراح يعرضك يعرضك للمحاسبة من قبل معلمتك مديرك المدرسة يقوم باستدعاء أولياء الأمور هذا يقوم باستدعاء أولياء الأمور هذا التغيب عن المدرسة هس نجعله سابعا واخر شي ان شاء الله هو تحضير الواجبات المدرسية تحضير الواجبات المدرسية أنه يوميا نحضر واجبنا شلون هس إحنا رغم كل شي ما إحنا ما منقطعين رغم كل شي إحنا ده نحضر وده نطل واجبات وده نكتب بالبيت باعتباره هذا دوام رسمي بجاسعة من الممكن أنه خليكم إحنا امتحان امتحان هذا ولازم أنتوا تجاوبون ونطلقوا بدرجات عليها زيان تحضير الواجبات المدرسية يوميا أنه تحضر واجباتك المدرسية وعدم تأجيل أي واجب إلى اليوم الآخر لا تؤجل عمل اليوم إلى غد لا تؤجل عمل اليوم إلى غد ليش لا تؤجل عمل اليوم إلى غد لأن ذلك الشي يأدي إلى تراكم الدروس عليك تراكم الدروس عليك تصبح غير قادر على تأديتها بالمستوى المطلوب ممكن أنه أنت تفاديها أوكي تمشيها مرة أنت عديتها مرة ثانية عديتها بس هذا شرح يسوي؟ رح ينزل مستواك العلمي ممكن أنه أنت تريد تأخذ عشرة من عشرة رح تأخذ تسعة والتسعة ممكن أنه تأخذ ثمانية والثمانية ممكن أنه يأخذ سبعة وهذا الشي مستحيل ممنوع منعا باطن ممنوع منعا باطن لذلك إحنا شنقول تحضيل ممنوع منعا باطن ممنوع منعا باطن لذلك إحنا شنقول تحضير الواجبات المدرسية يوميا سوف يكون الدرس سهل عليكم وهذا لخصت لكم بشكل بسيط وإن شاء الله أشوفكم الدرس القادم على خير ولا تنسون صور الواجبات تكتبوا لي هذا والدزوء لي مع السلامة